السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكايتنا من القاهرة النهاردة حكاية اشهر المقاهي القديمة مقهى ريش ومقهى متاتية ودي مش مجرد اهاوي بنشرب فيها الشاي والقهوة دي منتديات ادبية وسياسية يلا نعرف التفاصيل نبدأ بمقهى ريش مقهى ريش ده نلاقيه في منطقة طلعة حرب في وسط البلد في القاهرة عمر المقهى اكتر من مئة سنة صاحب المقهى هو الفرنسي هنري بير سماها ريش عشان بيحب مقهى ريش في فرنسا وكانت المقهى منتدى ادبي وايضا منتدى سياسي عدد كبير من الادباء المصريين والعرب الراحل الكبير ثروة اباضة ومحمد الفيتوري وقحطان الشعبي والشاعر المصري امل دونقل وكانت مقرر رئيسي للشاعر امل دونقل اي حد عايز قابل امل دونقل لازم حيلاقيه في هذا المقهى بيألف الشعر او بيعمل منتدىات مع الناس وبيقول لهم اشعار حتى زوجة امل دونقل اعجبها اسلوبه وحبته مش مجرد ان هو شاعر لا حبته كانسان وتم الزواج يعني في هذا المقهى شهد زواج امل دونقل الشاعر من زوجته ودايما لما نتكلم عن مقهى ريش لازم نفتكر الشاعر الساخر احمد فؤاد نجم احمد فؤاد نجم بيصخر من كل الامور بيصخر من السياسة من الثقافة وكل شيء فيطرقل ايه عن قهوة ريش مقهى ريش بيقول يعيش المثقف على مقهى ريش يعيش يعيش محفلة مزفلة كتير الكلام عديم الممارسة عدو الزحام بكم كلمة فاضية وكم استلاح يفبرج حلول المشاكل اوام صاحب المقهى لم يكن مصريا ولكنه كانوا يحب مصر فسمح للثوار المصريين في طورة 1919 ان هم يدخلوا القهوة ويطبعوا المنشورات وكان بيحربهم من باب سالفي للمقهى مقهى ريش كان جنبه في حديقة هذه الحديقة كانت تابعة للمقهى كانت مسرح وعلى هذا المسرح مثلت فيه فاطمة يوسف اللي هي مشهورة بروز اليوسف والمطربة الكبيرة ام كلثوم عندما كانت صغيرة كانت تغني على هذا المسرح وأيضاً وأيضاً أستاذ أم كلثومة الذي قام بتعليبها فن الغناء والطرب الأستاذ أبو العلة كان بيغني ويطرب الناس على هذا المسرح اللي هو بجوار حديقة ريش بجوار مقهى ريش وأيضاً المطربة الكبيرة مونيرا المهدية كانت تغني على هذا المسرح والكاتب الكبير نجيب محفوظ كان يجلس في هذا المقهى ويكتب ويؤلف ونجد قصة الكاردك خالفنا نجيب محفوظ من كثرة السماعة القصص الكثيرة التي يحكيها المثقفون في هذا المقهى ودروقتي هنتكلم عن قهوة متاتيا في العتبة وللأسف هذه القهوة تعرضت للإهمال هذا المقهى تعرض الإهمال وتم هدمها يلا نعرف تاريخ قهوة متاتيا اللي كانت في العتبة كالعادة القهوة مش مجرد مكان تشرب فيه شيء وقهوة خلاص لا المقهى تقافت متاتيا كانت تجمع المفكرون تجمع للمفكرين والأدباء والشعراء الشاعر الكبير محمود سامي البرودي أمير الشعراء أحمد شوقي شاعر النيل حافظ إبراهيم العديب الكبير عباس الهققاد مؤلف العبقريات عبقريات عمر عبقريات خالد كل دولة كانوا بيجتمعوا في هذا المقهى مقهى متاتيا ومقهى متاتيا كان فيه ركن صغير مطعم ناكل فيه فول وفلافل وظل هذا المقهى يشيع الثقافة والفنون والأداب حتى أتى زلزال 12 أكتوبر سنة 290 ميلادية بقوة 5 وخمسة من 10 رختر الثلزال صدع هذا المقهى وبمرور الوقت تضح ورحل المقهى من سي إلى أسوأ حتى قررت محافظة القاهرة سنة 99 هدم المقهى وأصبح مكان المقهى نفق الأزهر الآن عايزين نعرف إيه حكاية المقهى دا ومين البنى المقهى دا ومين هو متاتيا متاتيا دا مهندس إيطالي صمم حديقة الأسباكية ودار الأبرة القديمة التي احترقت وأنشأ عمارة كبيرة العمارة دي كان فيها لوكاندة وكان فيها مقهى ومطعم وكده عرفنا أشهر المقاهى التاريخية في القاهرة مقهى متاتيا ومقهى ريش وإلى اللقاء في حكاية أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته